عقدت اللجنة العامة لمجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في حضور وكيلي المجلس والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والمستشار محمود أطمان الأمين العام ورؤساء اللجان النوعية بالإضافة إلى ممثلي الهيئات البرلمانية في بداية الاجتماع ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة في الاجتماع الأول لها في بداية الدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول يأتي هذا الاجتماع بهدف استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس والاطلاع على أجندة عمل اللجان ما تم إنجازه في الفترة الماضية